راح نوضح الآن الفرق بين العبارة العددية والعبارة الجبرية وكيف نوجد قيمة العبارة الجبرية خلونا أول نتعرف على المتغيرات ممكن تكون سين ممكن يكون متغير صاد ممكن يكون متغير عين ممكن يكون ألف ممكن يكون ذا أي متغير يعني يرمز له بأي حرف سواء من الحرف هذه أو حرف آخر أو رمز أو دلالة أخرى لما يوجد هذا في العبارة سميها عبارة جبرية لكن في حال عدم وجود رمز أو حرف سميها عبارة عددية مثلا العبارة العددية 2 ضرب 3 هذه سميها عبارة عددية لكن 2 ضرب سين هذه سميها عبارة جبرية لأنها احتوت على المتغير اللي هو السين فإذا احتوت العبارة على المتغير سميها عبارة جبرية طيب 2 ضرب سين ممكن نكتبها بأكثر من شكل ممكن نكتبها 2 ضرب سين ممكن نكتبها 2 قوس سين ممكن نكتبها 2 سين إذن تقدر تكتب العبارة الجبرية هذه بثلاث أشكال أخرى لكن لو جئنا العبارة العددية 2 كتبت الثلاثة كذا مع جنبها بشكل سريع مثل الشكل ذا لا تعتبر خطأ لازم تضع إشارة الضرب لأنها يفصل بينها متغير هي عبارة عن عددين طيب خلونا نحسن نشوف أنها عبارة جبرية مثلا عشرة عشرة ناقص ثلاثة صاد الصاد يساوي 2 كيف نوجد العبارة الجبرية هذه راح نمسك الآن الصاد هذه اللي تساوي 2 وحطها مكان الصاد اللي هنا تصبح عشرة هذه راح تساوي 10 ناقص الثلاثة وشير الصاد وحط مكانها اللي 2 طبعا ضرب 2 وهذه تساوي 10 ناقص 6 وشير ناقص 6 تساوي 4 إذن قيمة العبارة الجبرية 10 ناقص ثلاثة صاد عندما الصاد يساوي 2 تساوي 4 ناخذ مثال آخر على العبارة الجبرية لو كان عندنا العبارة الجبرية 7 سين ناقص 4 والسين قيمة تساوي 3 راح نمسك الآن الثلاثة نضعها بدل السي ونقول يساوي 7 ضرب 3 لأنه قيمة السين ناقص 4 وهذه تساوي 21 ناقص 4 طيب 21 ناقص 4 كم تساوي تساوي 7 10 شكرا 4 5 6 6 9 9 10 10 11 11 14 10 12 14 17